بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحاب كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشارهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابها منه ابتغاء الفنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحما إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم واموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقولوا النار كنأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلمون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين رأي العين والله يؤين بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس هب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخين المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عيده هسن المآب قل أولبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عيد ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير من العباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار الصابرين والصالقين والقالتين والمنفقين والمستغبرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالكسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عيد الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتلوا وإن تولوا فإنما عليك البلاو والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حك ويقتلون الذين يأمرون بالكسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يذلمون قل اللهم مالك الملك تنت الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجل كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف من عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن يتولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إذني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم لما وضعت وليس الذكر غل أنثى وإني سميتها بريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وهمتها نباتا حسنا وكفنها ذكريا كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عيدها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحاب كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشارهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابها منه ابتغاء الفذلة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحما إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم واموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقول النار كنأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلمون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين رأي العين والله يؤين بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس هب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عيده هسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عيد ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير من عباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار الصابرين والصالقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عيد الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتلوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حك ويقتلون الذين يأمرون بالكصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يذلمون قل اللهم مالك الملك تنت الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجل كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف من عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن يتولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم لما وضعت وليس الذكر غل أنثى وإني سميتها بريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنها ذكريا كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عيدها رزقا قال يا مريو أنا لك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحكم صدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحاب كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشارهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابها منه وابتغاء الفذلة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقول النار كنأبي آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلبون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس هب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عيده هسن المآب قل أولبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عيد ربي جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير من العباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار الصابرين والصالقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالكسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عيد الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتلوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حك ويقتلون الذين يأمرون بالكسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يذلمون قل اللهم مالك الملك تنت الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتكوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجل كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف من عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله ظفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فيتولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم لما وضعت وليس الذكر غل أنثى وإني سميتها بريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنها ذكريا كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عيدها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحاب كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشارهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابها منه وابتغاء الفذلة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقول النار كنأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلمون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس هب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عيده هسن المآب قل أولبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عيد ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير من العباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار الصابرين والصالقين والقالتين والمنفقين والمستغبرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالكسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عيد الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد وما جاءهم العلم بضيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتلوه وإن تولوا فإنما عليك البلاو والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حك ويقتلون الذين يأمرون بالكسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يذلمون قل اللهم مالك الملك تنت الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجل كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف من عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إذني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إن كنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم لما وضعت وليس الذكر غل أنثى وإني سميتها بريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنها ذكريا كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عيدها رزقا قال يا مره أن لا لك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحاب كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشارهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابها منه ابتغاء الفذلة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقول النار كنأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلمون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس هب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عيده هسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عيد ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير من عباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار الصابرين والصالقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عيد الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيا بينهم ومن يغفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتلوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يغفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حك ويقتلون الذين يأمرون بالكصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يذلمون قل اللهم مالك الملك تنت الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسا وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجل كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف من عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أضيعوا الله والرسول فإن يتولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إذني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم لما وضعت وليس الذكر غل أنثى وإني سميتها بريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنها ذكريا كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عيدها رزقا قال يا مريم أن لا لك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحاب كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشارهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابها منه ابتغاء الفذلة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقول النار كنأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلمون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس هب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخين المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عيده هسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك بالذين اتقوا عيد ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير من العباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار الصابرين والصالقين والقالتين والمنفقين والمستغبرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عيد الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتلوا وإن تولوا فإنما عليك البلاو والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حك ويقتلون الذين يأمرون بالكصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يذلمون قل اللهم مالك الملك تنت الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجل كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف من عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن يتولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر وضع الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنها ذكريا كل ما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عيدها رزقا قال يا مريم أن لا لك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحاب كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشارهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابها منه ابتغاء الفنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقولوا النار كدأ بها لفرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلمون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس هب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عيده هسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عيد ربي جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير من عباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار الصابرين والصالقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عيد الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتلوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حك ويقتلون الذين يأمرون بالكصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يذلمون قل اللهم مالك الملك تنت الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتكوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجل كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف من عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن يتولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إذني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم لما وضعت وليس الذكر غل أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنها ذكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عيدها رزقا قال يا مريم أن لا لك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشارهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابها منه ابتغاء الفنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزئ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغذي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقول النار كنأبي آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كن للذين كفروا ستغلمون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس هب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عيده هسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عيد ربي جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير من عباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار الصابرين والصالقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عيد الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيا بينهم ومن يغفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتلوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يغفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حك ويقتلون الذين يأمرون بالكصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يذلمون قل اللهم مالك الملك تنت الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسهم وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجل كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف من عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فيتولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إذني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم لما وضعت وليس الذكر غل أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنها ذكريا كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عيدها رزقا قال يا مريم أن لا لك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحك مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحاب كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشارهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابها منه ابتغاء الفتلة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزئ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم واموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقول النار كنأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلمون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس هب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخين المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عيده هسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عيد ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير من العباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار الصابرين والصالقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالكسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عيد الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد وما جاءهم العلم بضيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتلوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حك ويقتلون الذين يأمرون بالكسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يذلمون قل اللهم مالك الملك تنت الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجل كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف من عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فيتولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إن كانت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم لما وضعت وليس الذكر فالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنها ذكريا كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عيدها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحاب كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشارهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابها منه ابتغاء الفنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحما إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغذي عنهم واموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقول النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلمون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين رأي العين والله يؤين بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس هب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عيده هسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عيد ربي جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير من عباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار الصابرين والصالقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عيد الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت ودهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتلوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حك ويقتلون الذين يأمرون بالكصط يأمرون بالكصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يذلمون قل اللهم مالك الملك تهت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسا وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجل كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف من عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أضيعوا الله والرسول فإن يتولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرات عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر غل أنثى وإني سميتها بريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنها ذكريا كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عيدها رزقا قال يا مريو أن لا لك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحاب كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشارهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابها منه ابتغاء الفلة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقولوا النار كنأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كن للذين كفروا ستغلمون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤين بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس هب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عيده هسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عيد ربي جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير من عباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار الصابرين والصالقين والقالتين والمنفقين والمستغبرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عيد الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم وما جاءهم العلم بضيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتلوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حك ويقتلون الذين يأمرون بالكصط يأمرون بالكصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يذلمون قل اللهم مالك الملك تنت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجل كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف من عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن يتولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إن كنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم لما وضعت وليس الذكر غل أنثى وإني سميتها بريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وهمتها نباتا حسنا وكفنها ذكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عيدها رزقا قال يا مريو أن لك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب